غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات بدر وأحد والخندق التي تسمى بالأحزاب وخيبر وفتح مكة وحنين وتبوك هذه أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه الأهمية أهمية الأهمية الأهمية يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المسلم يهتم بالغزوات وبخاصة هذه السبع غزوات إبن القيم يتأكد أن المسلم يجب أن يكون مؤكسة هذه الأهمية الأهمية أصبحت هذه7